وزي ما شوفنا مشاهدين يمكن تقرير اللي كان معمول عن الندوة اللي عملها السيد وزير الداخلية اللي هو منصور العيساوي أعتقد أن دي حاجة مهمة أنه يظهر لنا وزير الداخلية ويتكلم ويمكن كان أستاذ الصحفي الكبير أستاذ علي الحمودة كان عامل معي حواره لأهدى القناة الفضائية وكان مهم جدا نحن نسمع وجهة نظر وزير داخليتنا بالزبط في اللي بيحصل وممكن نقول اعترافاته بما أنه وزير فكلامه مصدق فلا بنعرف منه التفاصيل وإيه الحاجات اللي بتحصل عنده في الوزارة أعتقد ده مهم جدا ويمكن ده التواصل مع الناس كان من أهم الحاجات اللي بتميز الزعيم الراحة الجمال عبد الناصر فهو سواء اختلفنا معاه أو اتفعنا لكن المهم أنه مسؤولينا يطلعوا يكلمونا ده شيء إيجابي ونتمنى أنه هو يستمر ويتكرر عشان هدخلين على منعطف شديد وهو الانتخابات البرلمانية القادمة فقرتنا اللي احنا نبتديها دلوقتي هي عن مبادرة فنية مصرية لعمل ورشة في مجمع الأديان وهدفها تنشيط السياحة والتعريف بأطارنا الإسلامية والقبطية هيكون مشاركنا أحمد بيرو رئيس المبادرة الفنية وكريستين صفوت نائب رئيس المبادرة سبعة الخير يا شباب سبعة لو كلمنا عن المبادرة خلونا نبتديها كده بالتدريج كلمونا عن المبادرة وقولونا هي ايه اشرحوها للناس اللي عادة معنا في البيت عشان تفهم الحكاية عبارة عني المبادرة دي انطلقت بعد صورة 25 يناير مجموعة من الفنانين التشكيليين الشباب أجمعوا على أن مصر محتاجة تغيير احنا في مرحلة البناء فنبدأ ده ازاي فاتفعنا أن احنا ممكن نعمل مجموعة مبادرات في مبادرة واحدة اللي هي فنية مصرية مبادرة تخدم السياحة المصرية وتعيد روناقها تاني مبادرة تخدم الأعمال الخير والأعمال التطوعية ونشجع الشباب أن ينزلوا ويتطوعوا في أعمال خير مبادرة تفيد تسقيف المجتمع المصري من ناحية الفنية فانطلقت بمجموعة معارض وندوات احتكاكية ما بين ناس خبرات وفنانين تشكيليين شباب لسا جداد وأخيرا كانت مبادرة في جامع أحمد بن طولون ومجمع الأديان جميل طيب كريستين ببين أنت المسؤول الأعلامي والمنصق الأعلامي كلمين عن الورشة الفنية في مجمع الأديان ومسجد أحمد بن طولون بالتفصيل بقى شوية هو لما أحمد قالنا أننا ننزل وننزل نعمل ورشة هناك وكده هي الفكرة كانت جديدة أننا أنا مثل كمسيحية أنا مدخلتش جامع قبل كده ومعرفش أن في جامع أسرية ممكن أن الواحد يخشها فكانت الفكرة جديدة والمجموعة رحبت جدا ده المشكلة عندك ده مفتوح يعني ده أنا معرفش يامع أسرية كتيرة منها مسجد محمد علي مثلا في القلعة منها بسرحة بن طولون يعني منطقة مصر قريمة فيها ما هي برضو نفس المشكلة كانت عند زمائينا التانية أنهم أول مرة يخشوا كنيسة وما كهوش يعرفوا برضو أن نفس الموضوع عندنا كانت مشكلة كبيرة كده أن النظام اللي فات كان مغايبنا مغايب الناس عن بعض ما هماش عارفين بعض احنا عايشين غرب في بلد واحد بالزبط كده فهي المجموعة رحبت جدا بالفكرة حاجة جديدة فكرة جديدة هننزل مش مش مجرد هتبقى الزيارة عادية احنا نازلين إن احنا نوسك الأماكن دي ونوريها للعالم كله والناس التانيين حتى المصريين عادين روح شوف أسار بلدك عاملة ازاي في أماكن كتيرة في مصر انت مطرفش أنا حيني جميل ودي أعتقد دي دي سالة مهمة لأنه يمكن أنا يعني وانا في الكلية أنا طفن جميلة فكان بالنسبة لأن احنا بنروح نرسم هناك ده ده شيء طبيعي بس عامة الناس ما كانتش بتروحوا ما تعرفش الجمال اللي موجود في المساجد الأسارية عامل ازاي طب احمد انتو إيه الرسالة اللي انتو كنتو حابين توصلوها للناس يعني انتو عايزين تقولولهم ايه يعني اوكي انزل شوف بلدك بس هالفي رسائل تانية هي كنت رسالة إن ظهر حاجات جديدة على المجتمع المصر ما كانتش موجودة قبل كده زي مثلا الفتنة مثلا فقلنا ايه اللي احنا عندنا رمز صغير جدا موجود في مصر في القاهرة اللي هو منطقة ماري جيرجيس مجمع الأديان ازاي منطقة زي دي موجود فيها كنايس أسارية جدا مش موجودة في أي مكان في العالم موجود فيها جوامع زي ندرة زي جامع عمر بن العاص موجود فيها معبد يهودي نادر من نوعه فقلنا ايه المانع إن احنا ننزل نوصق المنطقة دي تصويت فوتوغرافي ونفيد إن احنا كمان ندعم السياحة الداخلية والخارجية وننزل كمان أماكن زي مثلا منطقة الرفاعي نشوف مثلا جامع أحمد ابن طلون وكات الرسالة إن إزاي مثلا جامع أحمد ابن طلون المهندس المعماري اللي بناه كان ابتي وإزاي إن فيه عام المشترك عند المصريين من زمان جدا هو إن احنا روح واحدة إيد واحدة من قديم الأزاليان فكانت الرسالة إن إحنا نعمل حاجة نقدم بيها السياحة نعمل توعية للشباب إن إحنا عندنا حاجات ندرة كتير لازم نهتم بيها وفي نفس الوقت بنوصق حاجة بعدسة فنانين شباب لسه جيل جديد طالع حابب يقول إحنا موجودين ودي بلدنا ودي أجمل البلد في العالم أنتوا بتختصر المرة دي على التصوير الفوتوغرافي ولا هيبقى فيها رسم ويبقى فيها جدارية مثلا فيه عملنا جدارية للفتنة دي أطول جدارية متحركة في مصر طولها حوالي 35 متر شارك فيها حوالي أكتر من 3040 فنان الجدارية مرسومة كلها في الميدان وإحنا دا كانت تنشيط لفكرة الفن والجمهور إحنا خلينا الجمهور يشارك معنا في الرسم ونوصق أنه بنقول للفتنة مسلم ومسيح ييد واحدة بصوا وكلامك طبعا دا 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 كلام جميل وأعتقد أنه جميل أنه هو أنه الناس تبقى عارفة الآخر أن أنت تبقى عارف الآخر بلاش الرهبة والهيبة دي طيب المساكد طبعا الأسالية يعني ما يعني حدث ولا حرق يعني مثلا جامع أحمد الرفاعي ما شاء الله اللي هو الناس لو طرحت شوفوا حاجة يعني تشرح أنتوا ليه اخترتوا مسجد أحمد بن طولون ولا دا بداية اختيارات في المنطقة الأثرية اخترناها أولا عشان الفكرة اللي قلت حيك عليها اللي هي فكرة أن المهندس كان ابتي أن الجامع فريد من نوعه المهندس كان عبقاري أن هو أحمد بن طولون كان عايز يبني الجامع ما يكونش فيه غير عمودين بس فإزاي أن المهندس وهو في السجن قدر يبعث رسالة لأحمد بن طولون يقول له أنا مستعد أبني لك الجامع على عمودين ويكونوا موجودين في منطقة الأوبة وبالتالي طلعوا أحمد بن طولون وخلاه يجي ويبني الحاجة الثانية أن المبادرة مش مختصة كمان بفكة السياحة وبس يعني احنا عندنا كمان حاجات كتير متنوعة وكلها بتخدم مجتمع المصر قبل ما نتكلم عن بقية أهداف المبادرة تعالى نروح نشوف الجدارية مع المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا شكرا أهداف المبادرة مش مختصة كتير متنوعة طيب إيه رويتكم الجديدة هل في حاجة حالها تبقى في حاجة يعني هل كل شغلكو هيبقى خاص بالأثار بس ولا بالنسبة لمبادرة زي ما قلت لي في أهداف تانية بحاجة تشمل أماكن تانية لا احنا عملنا حاجة من أسبوع كده كانت في مستشفى 57 ممكن كريستين تدينها كريستين قللنا 57 هذا 57 طبعا مستشفى سرطان الأطفال حاجة مهمة جدا في بلدنا واعتقد انه في الظروف الاقتصادية لطحينة اللي احنا فيها احنا محتاجين ده جدا كلميني عن مشروعكو في مستشفى 57 هو حضرتك احنا أول ما نزلنا نزلنا عملنا ورشة مع بعض ودي كانت في شهر رمضان فنزلنا مع الأطفال وعملنا وركشوب معاهم وقعدنا نلعب معاهم ونرسل معاهم ونخرجهم من الحالة المرادية اللي هم فيها ونخفف عنهم حدة المراد وهم الأطفال انبسطوا جدا وهم اللي شجعونا ان احنا نكمل معاهم تاني كانوا عايزين عملين يقولوا لا هتيجوا تاني امتى احنا عايزين نشوفكوا تاني فاحنا عملنا حاجة كده عشان خاطر نبسط الأطفال دي احنا عملنا لهم حفلة علقنا لهم فيها رسمتهم بالإضافة لتصوير الفوتوغرافي اللي احنا صورناها لهم وعملنا حتفال كبير وعملنا لهم فيه شهادات تقدير وزعنا عليهم الشهادات دي فلك أنت تخيل سعادة الأطفال دي وهو أول مرة يحس ان هو حاجة أول مرة يحس ان هو بيتكرم في مكان أول مرة يحس ان لا الحفلة دي معمولة عشانه هو والناس جاية ليه هو مش مجرد يوم عادي وشايفين رسمتهم متعلقة فانبسطوا جدا لدرجة أنهم طلبوا مننا أنهم عايزين يرسموا تاني وعايزين يشتغلوا معنا تاني ويوم الاحتفال عملنا مساكنا جبنا لهم ورق وألوان وقعدوا يرسموا تاني وعايزين يلا بقى حطونا رسمتنا تاني فكانت كحاجة كويسة جدا وكمان حتى كفنانين جي لدكتور صلاح المليجي قرر بنفسه نوارف تتحلينا البعرض وأعجب بالفكرة دي جدا وإحنا كمان إدارة المستشفى مبسطت وبتطلب مننا يعني احنا اتفنى معهم احنا كل شهر ان احنا نعمل حاجة زي كده فليه لا يعني مش لازم نكون احنا بس اللي بنعمل كده يعني يا ريت الشعب كلها تشارف حاجة زي دي ده انت بتعمل عمل خير ويمكن دي من الحاجات المهمة والثمار صورت 25 يناير ان هي اظهرت مجودات الشراب طب احمد لو كلمنا عن المستشفى انا فهمت منك قبل من خش انه انتو انشأتوا هناك قاعة لعرض الاعمال الفنية كلمني عن جزئية انتو انشأتوا قاعة الفكرة مش انشاء كامل هي الفكرة ان المستشفى التي لنا احنا حبين فكاتكم جدا وحبين ان انتو تعرضوا عمال الاطفال دي وان ان انتو ننزل الاطفال من قواضهم وان نخليهم يشاركوا معاكم فما كانش عندهم كاعة عد اتطرنا ان احنا نعمل استانداد بتتفكر وتتركب في المستشفى عشان نقدر نعرض عليها للاعمال دي وفعلا عملنا الاستانداد وكانت تروح جامعية جميلة جدا انتو في حد بيساعدكم يعني انا عارف برضو ان الاستانداد دي يعني انتو هلقا نخش شوية في الجنب الاقتصاد الاستانداد والحاجات دي مكلفة واعتقد انو كشباب مهما لميتو يعني مش هتغطي ده فقال انتو في تنصيق ما بينكم ما بين جهات رسمية وزارة الثقافة ومثلا لا ايه القصة كلها زي ما حيك قلت احنا بنجتهد بنلم من بعض وفي حاجة تانية ان بننزل للمنبع الشيء ونعمله فيه يعني مثلا نشوف نجاري يكون بسيط هو اللي ينفذ لنا الحاجة دي الحاجة التانية ان بنحاول نعمل حلول يعني بدلا مثلا ما نعمل الاستانداد نحط له قبل كاش كنا مثلا بنشد عليه قماش ونعلق على القماش فان بنشوف الحل الاخص انما احنا كجاه احنا مستقلين لا اعضاء في احزاب ولا في اي شيء كان ناحية المادية احنا اجتهد ذاتي كلنا ما فيش اي حد بيدعمنا ويعني حتى اللي بيدعم بيدعم مع نوية ماش بيدعم يعني ذات الثقافة جات دكتور صلاح المليجيز قطاع الفنون لما افتتح قال انا حابب ان انا اشوف جيل جديد بالشكل ده بيعمل مجتهد وحتى ساعدنا انتو يعني ليه ما طلبتوش من الوزاعة وطلب مننا ان احنا نعمل معاد معاه في الوزاعة الثقافة وانهو يعني يشوف ايه اللي ممكن يقدمه انك وزاعة الثقافة ده ده جميل وده ده المطلوب طبعا انه مش مجرد يبقى مسانده معنوية وايه يا جماعة جميل يعني اللي هو مفروض ان الناس تقدم تقدم مساعدات ليك وطيب